بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بكم الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر النجار كما نرحب مشاهديننا الكرام ونبدأ ثاني حلقات برنامج ثمان أسئلة في الحديث عن وكالة الجامعة دكتور ما هي أهمية وكالة الجامعة بالنسبة للجامعة ككل؟ بسم الله الرحمن الرحيم وكالة الجامعة أنشئت لهدف متابعة الأمور الأكاديمية في الجامعة ما يخص تطوير المقررات والخطط الدراسية بالإضافة إلى متابعة سير الكليات على مستوى الجامعة والفروع وكذلك متابعة أعضاء هيئة التدريس من خلال التزامهم بالعملية التدريسية بشكل متكامل إضافة إلى ذلك هناك عمل آخر مطلوب من وكالة الجامعة وهو متابعة ما يخص الأمور التقنية بالجامعة تطوير هذه البنية التحتية وإتاحتها لجميع الطلبة وأعضاء التدريس والمستفيدين من الخدمات المختلفة في الجامعة جميل دكتور دور الوكالة في أهداف الجامعة الاستراتيجية بطبيعة الحال للوكالة أهداف استراتيجية تتمثل في إعداد أو تهيئة خطط دراسية معتمدة أكاديمياً سواء من الداخل من خلال منظمات الاعتماد الأكاديمي الداخلية وهي الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي إضافة إلى الحصول على الاعتمادات الخارجية من المنظمات العالمية كل وفق كلية بمعنى أن كلية إدارة الأعمال الجامعة ممثلة في وكالة الجامعة تحرص حص شديد على أن تكون الخطط الدراسية المقدمة لكلية العلوم الإدارية والمالية معتمدة من الهيئة الخاصة بذلك وهي الـ NC-TRABLE-A إضافة إلى كلية الحوسبة والمعلوماتية من المنظمة المختصة التي هي اعتمادية كليات الحوسبة على مستوى العالم وهي هيئة الإيبت وهكذا في باقي كليات الجامعة جميل دكتور ننتقل إلى سؤال آخر وهو عن معايير الجودة وبالأخص جودة المقررات الأكاديمية ما هي معايير جودة المقررات الأكاديمية في الجامعة؟ الجامعة السعودية الإلكترونية منذ نشأتها حرصت أن تقوم على أساس ما تدعو له المنظمات العالمية في هذا الجانب فما يخص جودة المقررات الأكاديمية في إعداد هذه المقررات تبنت الجامعة منهجية محددة في هذا الموضوع وذلك من خلال إتباع أهم المعايير الموجودة في إعداد المحتوى الإلكتروني المطور وهو الكواليتي ماتر إضافة إلى اعتماد ما دعت إليه اللي هو الهيئات الوطنية للاعتماد الأكاديمي سواء في الداخل أو في الخارج لغرض إعداد المحتوى الأكاديمي الذي يساعد الطلبة على التحصيل المعرفة بالشكل المناسب والشكل الصحيح جميل دكتور من بعض الأسئلة أو الاستفسارات أو الاقتراحات لدى الطلبة الكثير يقترح بتوفير دورات علمية للتدريب قبل التخرج هل هذا من الأشياء التي تناقش في الوكالة؟ تم مناقشة هذا الموضوع سواء معه اللي هو الكليات المعنية كلية علوم الحاسب في بعض الجوانب التي تخدم قطاع الحاسب والمعلوماتية في الخطة الدراسية كمثال بعض الدورات الخاصة بسيسكو بعض الدورات الخاصة ببعض الأوبريتنج سيستم بعض الدورات المتخصصة في بعض القضايا التي تتناولها هذه المناهج إضافة إلى الجلوس مع الكليات لاختيار بعض الشركاء الخارجيين لغرض تدريب الطلبة قبل نزولهم إلى الميدان مثال على ذلك ما حصل من تعاون مع شركة أرامكو لتخصيص بعض المقاعد للتدريب الميداني للطلبة قبل تخرجهم هناك مقرر التدريب العملي لطلبة كلية إدارة الأعمال طلبة كلية الحاسبة والمعلوماتية طلبة كلية العلوم الصحية لتدريب في بعض القطاعات الخاصة بأرامكو وخاصة أكدوا على تخصص الحاسبة وتخصص إدارة الأعمال أما ما يخص العلوم الصحية فتم التواصل مع بعض المستشفيات الكبيرة سواء في الرياض أو في غيرها من مناطق المملكة المتواجد فيها فروع للجامعة السعودية الإلكترونية لغرض تأمين بعض المقاعد لتدريب هؤلاء الطلبة وقبل نزولهم إلى الميدان بمشيئة الله دكتور التساؤل هنا من التساؤلات التي وردت هل ستمنح الجامعة لطلبتها شهادات من المتعاونين معها سواء شركات أو جامعات أخرى أو ستكون الشهادة من الجامعة السعودية الإلكترونية نعم فيما يخص هذا الموضوع الجامعة حرصت كل الحرص على أن يكون لدى الطالب الخبرة المتراكمة من خلال الاستفادة من هذه الدورات التي تقدم أثناء دراستها أو فيما بعد تخرج بمشيئة الله في أثناء تواصلنا مع الشركات التي ستقدم بعض الدورات المساعدة خلال العملية التعليمية حرصنا أن يكون هناك شهادة تخصصية لهؤلاء الطلبة حتى يستفيدوا منها في أثناء عملهم في الميدان إضافة إلى شركاء الجامعة الأكاديميين من جامعات على مستوى العالم حرصت الجامعة السعودية الإلكترونية أن تكون الشهادة الممنوحة لهؤلاء الطلبة أن تكون شهادة مشتركة بين الجامعة السعودية الإلكترونية وشركاءها في الخارج فمثلا برنامج الماجستير في الـ MBA أو برنامج السايبر سيكوريتي اللي هو أمن المعلومات ستكون الشهادة مشتركة بين الجامعة السعودية الإلكترونية وجامعة كولورادو والجامعة سعت إلى أكبر من ذلك في بعض الخطوات الإيجابية التي تخدم الطالب بعد التخرج بمشيئة الله وفي حالة رغبتها في مواصلة دراسة الجامعية في الجهات الخارجية بدلت جهود كثيرة في هذا الموضوع وسيعلن عنها في حينها بعد الوصول إلى الاتفاقيات مع الجهات تات العلاقة جميل دكتور ننتقل إلى تساؤل آخر الدبل ميجر هل هناك نية لتطبيق هذا النظام في الجامعة السعودية الإلكترونية؟ بالفعل الخطط الدراسية التي تم تطويرها في الجامعة السعودية الإلكترونية بنيت على أساس أن يكون الطالب بالإضافة إلى حصوله على تخصصه الرئيس هناك بعض السلال للتخصصات الفرعية التي من خلالها يستطيع التركيز على جانب معين في مجال اللي هو احتياج سوق العمل دكتور ما هي المميزات التي تمنحها الجامعة السعودية الإلكترونية للطالب المتميز؟ الجامعة السعودية الإلكترونية كما وجه سعادة مدير الجامعة في حالة تميز الطالب وحصوله على معدل ثلاثة ونص من أربعة وهو معدل ممتاز فيتم بعد إنهاءه لأربعة وعشرين ساعة أكاديمية من الخطة الدراسية المعتمدة بعد السنة الأولى سنة التمهيدية يكون مؤهل أن يحصل على إعفاء من الرسوم الدراسية للسنتين الأخرين بمعنى أن الطالب عندما ينهي السنة التمهيدية سنة الأولى ويدخل في السنة الثانية وينهي أربعة وعشرين ساعة بنجاح خلال الفصلين الدراسيين في نهاية السنة الثانية عند حصوله على معدل ثلاثة ونص من أربعة يكون الطالب مؤهل للإعفاء من الرسوم الدراسية للسنتين الأخرين وقد تم ولله الحمد والمنى خلال الفصول السابقة إعفاء مجموعة من الطلبة لتميزهم وحصولهم على هذه المعدلات المتميزة جميل دكتور في النهاية ما هي الرؤية المستقبلية لوكالة الجامعة وكالة الجامعة من خلال توجيهات إدارة الجامعة العليا تسعى إلى تقديم أفضل خدمات للطلبة سواء كانت خدمات أكاديمية مقدمة من العمادات التي تحت مظلة الجامعة وهي عمادة القبول وشؤون الطلاب أو عمادة السنة التحذيرية أو عمادة تقنية المعلومات تسعى من خلال هذه العمادات لتسهيل العملية التعليمية وإيجاد كل ما يساعد على هذا الموضوع وبما يخدم أهداف الجامعة العليا إضافة إلى بالتنسيق مع الكليات تسعى إلى تطوير المحتوى وهو متابعة احتياجات سوق العمل وذلك لغرض اقتراح والبدء في بعض التخصصات المطلوبة وذات الأهمية في سوق العمل في المملكة العربية السعودية نشكركم الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر النجار كما نشكر فريق العمل وكل من تفاعل مع البرنامج كلمة أخيرة لك دكتور شكرا لكم وصحة والعافية وأبد وكالة الجامعة لم توضع إلا لخدمة الطلبة وتسهيل أمورهم ففي أي وقت أو في أي لحظة سواء من خلال قنوات التواصل الاجتماعي أو من خلال البريد أو من خلال التواصل الهاتفي الوكالة على أتم استعداد للتواصل معكم وتحقيق أو توضيح كثير من القضايا والأمور التي تشكل عليكم ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها ترجمة نانسي قنقر